جهود سعودية متواصلة لتسويق أحدث المجالس التي تكرس هيمنتها الإقليمية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هو أحدث هذه المجالس الذي كان موضوع اجتماع عقده في الرياض وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية السفير أحمد قطان مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلاده منذ الإعلان عن تأسيس هذا المجلس رسمياً في السادس من شهر يناير الحال كشفت السعودية وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الإفريقية في الخارجية السعودية عن أولوياتها من تأسيس هذا المجلس الذي وصفه في تصريحات صحفية مؤخراً بأنه ضرورة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تحدق بدوله الوزير قطان ذهب إلى حد التأكيد أن بلده كان أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي على حد قوله ولم يوضح أين وكيف تم ذلك طان وفي سياق سرديته حول الأولويات رأى من الضرورة أيضاً توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنمو بين دول المجلس والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية وإيطاحة الفرصة لعقد اتفاقيات بين دول المجلس لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبدض المتوسط سيدخل ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ التصديق عليه من أربع دول وقعت على هذا الميثاق وسيكون مقر أمانته العامة في العاصمة السعودية وأول أمنائه العامين سيكون سعودياً أيضاً تجل الأهداف السعودية المضمرة من وراء الدفع بهذا المجلس الجديد في إغلاق هذا المجال الحيوي أمام لعبين إقليميين بعينهم على نحو يتكامل مع التحركات المصرية الأخيرة التي اتجهت نحو عسكرة البحر الأحمر فيما تتجل في الطرف المقابل الإخفاقات السعودية في جنوب هذا البحر الذي تحول إلى محرقة لسفنها الحربية وناقلاتها النفطية إخفاقات أنتجتها السياسات السعودية الكارثية لاحتواء ووأد ثورة التغيير في اليمن وزج به في أتون حرب أهلية ما لبثت أن دخلت هي طرفاً رئيسياً ومتحكماً فيها تماماً كما ساهمت بذات السياسات في تكريس فشل الدولة اليمنية على مدى أكثر من نصف قرن من عمر الجمهورية ترجمة نانسي قنقر